أسئلة كثيرة تكررت منذ أعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن قرر انسحابه من السباق الرئاسي فماذا يحدث ثاخل أروقة الحزب الديمقراطي من هذا الأعلان؟ صمت مقلق أعقب انسحاب الرئيس الأمريكي جو بايدن من السباق الانتخابي حالة من التخبط يشهدها الحزب الديمقراطي وهو على أعتاب انتخابات تاريخية لا يمكن أن ينجح فيها بصفوف منقسمة ولعل أولى العثرات التي بعثرت أورق الحزب باكرا كانت المناظرة الرئاسية المشؤومة التي ظهر فيها بايدن بأداء مخيب للآمل دفع أعضاء الحزب إلى الضغط من أجل انسحابه لكن الوضع الآن بات أكثر تعقيدا فظل اختيارات سياسية ضئيلة قد لا تنجح في حشد الإجماع الديمقراطي ومنافسة الرئيس السابق دونالد ترامب تحديات صعبة يواجهها قادة الحزب الديمقراطي في مهمة بحثهم عن مرشح جديد بحسب الإعلام الأمريكي يجب أن يكون المرشح الجديد أصغر سنا وأن يجمع بين القبول الشعبي والمهارة الانتخابية والأهم من كل هذا أن يكون قادرا على منافسة ترامب والتغلب عليها قد تبدو نائبة الرئيس كامالا هاريس بديلا بديهيا لبايدن كمرشحة للحزب الديمقراطي في السباق الرئاسي لكن إحجام بعض قادته عن إعلان الدعم الصريح لها أثار الكثير من علامات الاستفهام وعلى رأس هؤلاء الرئيس الأسبق باراك أوباما ورئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي هاريس بدورها تبدو أمام منعطف شاق بمنافستها قائمة طويلة من الأسماء المرشحة لخلافة بايدن من بينها حاكمة ولاية ميشيغن غريتشين ويتمور والسيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما الاسم الأخير اعتبره بعض المراقبين الأكثر قدرة على منافسة اسم ترامب خاصة وأن ميشيل أوباما تتمتع بشعبية كبيرة وتعتبر من أبرز الشخصية النسائية المؤثرة في العالم ليس فقط بالنسبة للديمقراطيين بل في عموم الولايات المتحدة حتى اللحظة يبدو المشهد غامضا ومفتوحا على كل الاحتمالات لكن مؤتمر الحزب في شيكاغو سيحاول الخروج باسم واحد اسم قادر على الوقوف في وجه الرجل الجمهوري الأكثر جدلا دونالد ترامب